قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم المصري ماهر جنينا وليد راقراقي مخطئ منتخبه مرشح للفوز بكأس أفراقيا حكيم يزور المناطق المتضررة من الزلزال ويقدم دعما لضحايا الفاجعة خبر عاجل نجم المنتخب المغربي نصير مزرع وينتصر على مسؤول باير ميونيخ والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار المصري ماهر جنينا وليد راقراقي مخطئ منتخبه مرشح للفوز بكأس أفراقيا رد الإعلامي المصري ماهر جنينا على تصريحة المدارب المنتخب المغربي وليد راقراقي التي قال فيها بأن المغرب غير مرشح للفوز بكأس أفراقيا القادمة وقال جنينا خلال استضافته في أحد البرامج المصرية منتخب المغرب ظهر بشكل جيد في كأس العالم وليد راقراقي قال أن المنتخب المغربي غير مرشح للفوز بكأس أفراقيا القادمة غير صحيح ولا اعتقد ان تصريحاتي خدعة واضف الناس تأخذ تصريحاته كنوع من ازالة الضغط على لاعبي وهذا غلط الرقراج ليس بحاجة لازالة الضغط على اللاعبين فريقك عمل ارقاما كبيرة في كأس العالم ووصل لدور نصف نهائي منتخب المغرب كلنا ننتظر تألقه في كأس افريقيا انا استغربت من تصريحاته بكل صراحة ثم قال مقدم البرنامج المنتخب الكبير لا يستطيع ازالة الضغط عليك المغرب كبير وسيظل مرشحا للتتوجب لقب صفته منتخبا مصنفا وحقق انجازا تاريخيا في كأس العالم حكيمي يزور المناطق المتضررة من الزلزال ويقدم دعما لضحايا الفاجعة لم يفوت الدولي المغربي اشرف حكيمي فورصة تواجده بالمغرب بعد مباراة ليبيريا المؤجلة برسم اقصائية كأس افريقيا والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بتلاتية نظفة لزيارة المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب اقليم الحوز والعديد من المناطق المجاورة وقام اشرف حكيمي بزيارة الى جماعة مالكوت ضواحي تارودانت وزع من خلالها مساعدات اجتماعية واقمص رياضي على شبان المنطقة التي شهدت زلزالا عنيفا الشهر المنصرم وتنقل نشطاء صور حكيمي وهو وسط حشود من الشبان واهالي المنطقة مرحبين بالنجم المغربية الذي دعب الكرة وسط المشجعين والمهجبين بعطاءات اللعب خبر عاجل نجم المنتخب المغربي نصير مزروي ينتصر على مسؤول باير ميونيخ ينتظر الشارع الرياضي العالمي قرر مسؤول باير ميونيخ الالماني في حق لاعبه المغربي نصير مزروي وسيخرج مزروي فائزا من معركته ضد مسؤول باير ميونيخ التي لا دنبله فيها الا كونه نشر منشورا يتضامن فيه مع ضحايا غزة وفسر تأخر مسؤول باير ميونيخ في إصدار قرار ضد اللاعب المغربي بعد مرور 24 ساعة من يشي معه مع اللاعب المغربي إلى تخبط النادي وكشف المحامي الألماني بول لومبرتس أن نادي باير ميونيخ الألماني لا يملك الحق في توقف اللاعب المغربي نصير مزروي وأوضح رجل القانون الألماني في تصريح صعفي لموقع واتسونة أن وضع مزروي كلعب كرة القدم مثله مثل وضع أي عامل أو موظف يتمتع بكامل حقوقها ومنها الحق في حرية التعبير وزاد المحامي قائلا ليس من حق المشغل سواء النادي أو مؤسسة خاصة أو حكومية أن يمنع اللاعب من إبداء رأيه في عدة أمور خارج أوقات العمل وتابع باير ميونيخ ليس لديه الحق في توقف أو تغريم مزروي لمجرد إدلائه برأي على حسابته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وختم قائلا أي عقوبة صادرة في حق مزروي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في ألمانيا ولسابول الوحيد الذي دفع عن مزروي بحجج قانونية بل حتى رابطة مشجع باير ميونيخ الألماني في العالم رسلت إدارة النادي مستفسرين أيها عن الأسباب الرئيسية وراء توبيخ اللاعب المغربية واكتسب مزروي شابية كبيرة حاليا في العالم العربي بل زاد المعجبون به في حسابته بمواقع التواصل الاجتماعي أما الأمر الثالث الذي يجعل مزروي منتصرا هو أن النادي الألماني مطالبون بدفع ما لا يقل عن 20 مليون يورو للاعبه المغربية في حال رغب في فسخ الارتباط معها الرجراجي يعتر على بديل السوفيان أمر بطاء قدم الدولي المغربي أسام العزوزي لعب بولونيا الإيطالي أورق اعتماده للمنتخب المغربي بعدما بصم على أداء جيدان في أول ظهور له مع أصود الأطلس خلال مباراة ليبيريا التي جرت مساء الثلاثة الماضي على ملعب أدرار بمدينة أغادير لحساب مؤجل الجولة الأخيرة من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس الأمم الأفريقية وخلف الظهور الأول العزوزي مع المنتخب الأول بعد تألقه سابقا مع منتخب تحت 23 عاما يخلى فرسياحا كبيرا لدى وليد راقراغي المدير الفني للمنتخب المغربي الذي يبدو أنه عثر أخيرا على ضلتها الذي كان يبحث عنها منذ مدة طويلة لإيجاد بديل مناسب لصفيا أمر بطلاعب مونشستر يونايتد الإنجليزية وجر برقراغي في هذا المركز عدة لاعبين أمتال يحيى جبران لاعب الوداد ونصير مزراوة الظاهر الأيمى لباير ميونيخ وأميريت شوتسون متوسط ميدالوهافر الفرنسية غير أنهم لم يقدموا المستوى الذي كان يترقبه المدرب والجمهور الرياضية المغربية وأجمع المحللون على أن العزوزي قدم مستوى كبير خلال مباراة ليبيريا وتمكن من فرد نفسه في وسط الميدان الدفاعي ليكون خليفة لصفيا أمر بطلغائب عن المغرب منذ شوتنبير الماضي وذكر موقع وينوين أن الرقراغي هنأ العزوزي بعد المباراة وأكد له نجحه في تغطية مركزه بشكل جيد في أول مشاركة له برفقة المنتخب الأول لا سيما بعدما فاز في غالبية الصراعات التنائية وغياب الأخطاء في التمريرات ومساهمته في تقديم الدعم اللازم للهجوم والدفاع على حد سواء وتحرك العزوزي بشكل متالي في الملعب بكل حرية ولعب دورا في تكسير هجمات المنتخب الليبيري كما أظهر ذكاء كرويا لافتا من خلال تدخلاته في الوقت المناسب لوقف الهجمات المرتدة لللاعبين الليبيريين الذين حاولوا استغلال الفراغ الذي خلفه اللاعبون المغرب في أثناء ضغطهم على مرمى الضيوف وهو الضور الذي يتقنه صفيا أمر باقتدار وانسجم العزوزي بسرعة مع لاعب هجوم ودفاع المنتخب المغربي كما أن تحركاته في وسط الميدان وقفت سدا منعا أمام انسلالة لاعب المنتخب الليبيري رغم صغر سنه الشيء الذي قد يكون له انعكاس على مصاريه مع المنتخب مستقبلا وفرض اللاعب الشاب نفسه على الرقراجي بعد أن كان بديل أمر رابط مصدر قلقنا بنسبة إلى مدارب المغرب منذ توليه منصب المدير الفني للمنتخب إلى درجة أنه رفض الاستغناء عن خدمة نجم مونشستر يونيتد في مونديا القطر رغم إصابته في أسفل الظهر إذ لجأ الطاقم الطبي المغربي إلى حقنه بمواد مخاففة للآلام حتى يتمكن اللاعب من المشاركة في ظلغية ببديل المناسب لها في وسط الميدان الدفاعي إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم المصر ماهر جنينا وليد رغراجي مخطئ منتخبه مرشح للفوز بكأس أفراقيا حكيم يزور المناطق المتضررة من الزلزال ويقدم دعما لضحايا الفاجعة خبر عاجل نجم المنتخب المغربي نصير مزراوي ينتصر على مسؤول باير ميونيخ والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر